بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابطة رسري part 12 lectural design of reinforced concrete beams and slab sections قبل ما نتكلم في design بتاع الbeams سواء الbeams ديت عندي كانت simple او الbeams ديت continuous او بصمم سلابة عندي احنا عندنا two concepts لهم الاناليسس versus design بمعنى ايه ان انا ممكن في الاول يبقى عندي section الساكشن دوت معلوم في الdimension بتاعته say ده الbe ده الدي وانا في الاريا ستيل معلومة كل شيء معلومة عندك هنا في الساكشن دوت مال ايه المطلوب في الحالة ديت المطلوب ان احنا نعمل تشيك على الساكشن دوت بمعنى ان احنا نحسب ام ان اللي هي الكباسة بتاعت الساكشن والكلام دوت بيحصل ممكن على مبنى قائم يعني انا رايح اشوف مبنى في مشكلة فممكن من القطاع اللي عندي وبنعرف الحديد اللي فيه بتفاصيله بعدد الاسياخ نقدر نحسب المساحة بالابعاد الخرصانة اللي عندي ممكن اعرف الكمبريسيف سترينس بتاعتها نتيجة نان ديستركتف تيست بالداتا دي كلها تقدر تحسب الكباسة بتاعت الساكشن دوت داي امتى يحصل لو انا عندي مثلا مبنى المبنى ده دور انا عايز اعمل مجموعة من الادوار عايز اشوف العمود دوت يقدر يستحمل الادوار الزيادة ففي التالي في الحالة ديت بنحسب الكباسة بتاعت الساكشن يبقى الحالة الاولانية هي الاناليسز اناليسز لساكشن موجود يعني بتاعه معلوم مقاومة الضغط معلومة الرينفورسنت معلوم في الحالة ديت بيبقى مطلوب نحسب الريزيستنس او الكباسة بتاع الساكشن طب الكونسبت التاني ان احنا يبقى عندنا ممبر الممبر دوت دي دي كاميرا الكاميرا ديت عليها لوتس معينة من اللوتس ديت بنبدأ نحسب الابلايد مومنت او بنسميه الفاكتورد مومنت اللي هو ام يو يبقى مطلوب ايه في الحالة ديت مطلوب ان احنا نبدأ نعرف ايه الابعاد المطلوبة يعني البي ديت تسوي كام الديد تسوي كام حديد التسليح اللي عندي بيسوي كام اذا يبقى فيه لوت من اللوت نحسب مومنت من المومنت نعمل الديزاين لكن في الحالة الاولانية بيبقى السكشن معلوم يعني الديمانشنس معلومة ومطلوب في الحالة ديت ان احنا نحسب الكباسة بتاعة السكشن اللي موجود عندنا الاسيغ اي كود في ريكويرمنت معينة ايه هي ان لازم الفاكتورد ريزيستنس يعني الكباسة بس مضروبة في فاكتور اكبر من او يساوي الفاكتورد لود افكت على سبيل المثال انا عندي كامرة الكامرة ديت عليها مومنت معين دايب الكامرة ديت لها سكشن السكشن ده ليريزيستنس اللي هي ام ان المفروض الام ان اكبر من او يساوي الام يو ولكن عشان نزود الفاكتور اف سيفتي بنضرب الام ان ديت في معامل المعامل ده هو عبارة عن فايد والفايد دي طبعا تعتمد على الحالة اللي احنا نشغالين عليها هل هي حالة فليكشورد او حالة شير اشتركوا في القناة